اشتركوا في القناة من اشواط الفترة الصباحية في هذا اليوم ننطلق مع هذه الاسماء ونندفع مع هذه الشعرات الان الفوز بحثا عن الانتصار بحثا عن تسجيل المجد الجديد اتابع مقدمة الاسماء مبهر عن المركز الاول سالم بسعيد بخليفة الدرعي يتقدم على مقدمة الشوط ليقدم لنا مبهر الذي يبهر الجميع بهذا الاداء وبهذا الانطلاق المركز الثاني وصول الذيب اسهيل بن سالم بسليم بالاسود العامري على المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بينما القادم على المركز الثالث اتابع القدوم والوصول الحضور من عز سيف بن محمد بن حمد بن سالم الاعفاري والتحرك من الزاوية الصعبة هناك لينطلق في هذه اللحظات مشغل جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي وصل المحترف بشعاره وبانطلاقة القدوم والتجاوز الانطلاق في هذه اللحظات وصل بن السهران ليندفع بشعار هملول راكام بن محمد بن سعيد بن سالم العمري بن السهران يتحرك مع هذه الاسماء والقاد ماذا شعار بن سالمين وايضا الهجوم في هذه اللحظات من شعار مانع بن علي بن محمد بن حماد الشامسي من يقدم لنا متوكل ياهي اسماء حاضر ياهي شعارات لا وصول اتابع شعار بن معتوق القادم مع مشكور عبدالله بن محمد بن عتيق بن شامس العامري والقادم ايضا في هذه اللحظات والواصل هو سراب احمد بن سيف بن حمد المجعل يتقدم في هذه اللحظات وينطلق بهذا الشعار ياهي اسماء قادم ياهي شعارات حاضر ولكن خلوني بعود الى مبهر 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 اللي على المركز الاول ما زال يسيطر بهذه السيطرة التامة ما زال ينطلق بهذا الانطلاق الكبير مبهر وشعار سالم بن سعيد بن خليفة الدرعي يتحرك على المركز الاول ينطلق منذ الانطلاق الاول من يوم فكوا الستارت روح على مقدمة شوط بانطلاق لا يقدمها الا مبهر بينما اللي على المركز الثاني وصل بن السهران بدأوا يتحركون ابناء السلطنة العمانية ابناء بدي مع الكيلو ونصف الكيلو على المركز الثاني هملول الله 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 بدأ يتجاوز بن السهران بدأ ينطلق بعوايض شعاره وانطلاقات شعاره الكبير المركز الثالث المحترف يتحرك على المركز الثالث ينطلق بياذا الانطلاق مشغل وجمعة بالعتيق بن جمعة الرماذي القدوم وصل في هذه اللحظات شاهين وعبدالله بن سلطان بن سالم الامثامن يتقدم ويندفع بهذا الشعار والكايد قادم اسهيل بسعيد بوحقب الشامسي ولكن ولكن بن السهران بن السهران على المركز الأول يقدم لنا هملول بهذه الانطلاق بهذه الاندفاع بهذا المستوى الكبير يتقدم راكان بن سالم بسعيد العمري العمري مع هملول باندفاعة لا يقدمها إلا الكبار إلا لأساطير يا بن السهران الله على هملول اللي روح بالهوز انطلق بدون يوامر العصاف الابطان بن السهران بن السهران شعار لا يغيب عن المحافل وعن المهرجانات شعار لا حضوره الطاغي دائما وابدا هملول يا بن السهران هملول رفت الأعلام يا بن السهران ولكن شوف القدوم الوضاحي سعيد بن سالم بن سالم سعيد بن عامر المغري 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 الوضاحي الوضاحي وهملول هملول والوضاحي ولكن الله الله على هذا الانطلاق الوضاحي الوضاحي بمستوى لا يقدم إلا الكبار إلا الأساطير إلا المبدعون يا المغري سلامي على هذا الانطلاق على هذا الاندفاع الكبير سعيد بن عامر المغري حضر مع الوضاحي في ختام هذا الشوط تانين والناموس المركز الثاني هملول من قدم المستوى الكبير والانطلاق المميز على المركز الثاني بشعار راكان بن سالم راكان بن محمد بن سعيد بن سالم العمري والمركز الثالث كان الوصول على المركز الثالث من الملبي علي بن سلهان بن محمد المزروعي والمركز الرابع كان القدوم والوصول من الاستشاري ياسر بسعيد بنبارك الوهيبي والمركز الخامس كان تقدم الكائد سهل بسعيد بوحقب الشامسي تهانينا ونموس لجميع الفائزين تهانينا لمالك الوضايحي من قدم هذا الاداء الكبير الذي لا يقدمه الا الابطال بمستوى كبير والتوقيت الزمني اذا التوقيت الزمني خمس دقائق ستة وخمسين ثانية اربع اجزاء من الثانية هذا هو التوقيت الذي يرافق بالوضايحي نيران لتكونان هما على التوقيت الزمني الافضل حتى هذه اللحظة ما بين الوضايحي وما بين نيران مشكور يا سعيد يا بن عامر يا المغيري من قدمنا هذا المستوى والاداء الكبير تهانينا ونموس المركز الثاني هاملول بشعار راكامبر محمد بن سعيد بن سالم العمريو على المركز الثاني بتوقيت زمني خمس دقائق ستة وخمسين ثانية تسع اجزاء من الثانية والمرقز الثالث كان الوصول على المركز الثالث من ملبي علي بن سالهام بن محمد المزروحي والتوقيت الزمني خمس دقائق ثمان وخمسين ثانية ثمان اجزاء من الثانية تهانينا ونموس للجميع جميع بسم الله الرحمن الرحيم ايها الحفل الكريم متابعين العزاء طبتم وطابت اوقاتكم بالخير في هذا المهرجان والكرنافال